طيب قائمة المنقلات القائمة الزوجية اللي مكتوب فيها الدهب والعفش حلال إن الزوجة تاخدها في حالة الخلعة ولا لأ؟ بقى في حالة الخلعة الزوج ربنا فيما فلا جناح عليهما فيما افتدت به المرأة عندما تخلع الرجل بتتنازل عن مهرها وكل ما قدمه إليها نظير أنه يخلعها أو تخلعه هذا هو موجود في القرآن الكريم زي ما ربنا فيها فلا جناح عليهما فيما افتدت به لكن أنا شايف كمان إن شاء الله حاتك تعملين حلقة عن القائمة القائمة دي مشكلة كبيرة جدا تسببت في خراب بيوت كثيرة تسببت في طلاق البنت هكتبوا كتابها خلاص ويختلفوا على القائمة وتحصل مشكلة وتتفكش الجوازة والحال يقف القائمة دي ليست في شارع الله سبحانه مش حاجة في الشريعة اسمها القائمة كانش الصحابة زي ما بيعملوا قائمة ولا حاجة وبقت مشكلة حاب نعملها عشان نحافظ على حق البنات لكن تؤدي هذا إلى خراب البيوت وإلى إن البنت ما تتجوزي وإن الناس يعملوا مشاكل مع بعض وبتعملوا مشكلة كمان القائمة الست مجرد ما تختلف مع زوجها والقائمة عند والدها وترجع لولدها أو والدتها ظروفة صعبة أو زعلها من جزها يأخذ القائمة وروح يرفع عليها قضية إذا رأيها قضية خلاص دخلوا المحكمة مش هيرجح دخلنا في عين دي بقى وتدخل الشيطان وبعضة الجوازة وحصل مشكلة كبيرة جدا فيبغي أن احنا مأمنين للزوج ده على عرض على بنتنا وعلى كل حاجة مش هنأمل على شفية عدش ولا حاجات بهذا الشكل ينبغي أن نعيد نظر في هذه الأشياء وده موضوع يحتاج إلى منطشة كبيرة مع حياتك إن شاء الله إذن الله